ترأس وزير الزراعة واستصلح الأراضي السيد القصير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثل الوزرات والهيئات المعنية هذا ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على سير في إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع القومية 1.5 مليون فدان بالشهر العقاري لصالح شركة الريف المصري الجديدة حتى يتسنى للشركة إصدار العقود النهائية للمنتفعين تحقيقا للاستقرار الاجتماعي لهم